بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع كتاب الله وفي سورة النساء والله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتهيأ للصلاة والصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير موضوع والصلاة هي عماد الدين إذا تمت يوم القيامة ونحن في الحساب فإننا نكون في مأمن ويتم العمل كله وإذا نقصت فإننا نكون على خطر ويكون العمل كله على خطر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يمكننا في الأرض حتى نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة قال تعالى بعد ما شرح وبين لنا أسباب الحدث والحدث أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص فقهاء يقول عنه كده أمر اعتباري يعني في حاجة حصلة في الجسم لكن نتمنتش شايف لا نراها قائم بالأعضاء الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء والحدث الأكبر قائم بالجسم كله يمنع من صحة الصلاة يعني ما دام عليك الحاجة دي يبقى تمنع من الصلاة ولو صليت وأنت حاضر قادر زاكر يبقى صلتك بطل يبقى لازم نروح ينتوضى ينغتسل ليه؟ حتى نزيل هذا الحدث لأن الحدث ده طول ما هو في جسمنا ما ينفعش حيث لا مرخص ما فيش رخص طب لو كان في رخصة لا نتيم من صل يبقى إذن الحدث أمر اعتباري يعني اعتباري يعني مش حسي مش شايفينه بعينينا لو كنا شايفينه بعينينا كان مثلا كل ما لواحد يبقى مش متوضي يبقى وشه يحمر مثلا او يخضر ام اول ما شوفك وانت وشك اخضر اقول لك ايه؟ روح توضى يبقى عارفك وتعارفني اول مكان الحدث يجي ام وش يخضر ممكن كان ربنا يعمل كده لكن ما عملش فلما ابصلك كده لانا عارف المتوضي ولا مش متوضي ولذلك يقولوا عليه امر اعتباري كأنه يعني كأن موجود في حاجة قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة مدم ايه؟ موجود حيث لا مرخص طب لو وجدت الرخصة فلم تجدوا ماء فتيمموا يبقى التيمم بديل عن استعمال الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا سبحان الله الماء يسبب غاية الطهارة لان الماء يزيل التراب من على الوجه ومن على الجسم ومن على الاشياء نستعمله في غسيل البدن وغسيل الثياب وغسيل الاماكن الماء يسبب غاية الطهارة انما التيمم التيمم يتم بالتراب او بالصعيد الطيب والصعيد الطيب هو التراب عند الامام الشافع قولك صعيدا طيبا يعني التراب ده الامام الشافع جايبها منين يا سيدنا الامام اهل كده في اللغة كده صعيدا طيبا يعني التراب طي والإمام مالك يقول لا كل ما كان على وجه الأرض مما صعد عليها يبقى صعيدا ما لم يكن نجسا طيبة يبقى إذن اللي احنا بنسميها في مصر الزلطة أو الحصاه يجوز التأمم بها عند الملكي وهو ده اللي احنا بنقول للناس دلوقتي وهم في المستشفيات وفي كذا الاخري هتحط الزلطة اغسلها كويس عشان الطبيب ما يقولكش دي مش معقمة وكذا واضرب عليها تبقى في أمانة الله كويس على مذهب الإمام مالك فاتيمموا صعيدا طيبا نعمل ايه الفمسحوا بوجوهكم يبقى هنضرب ضربة على الصعيد الطيب الزلطة وناخده الى وشنا الضربة دي تبقى للوش وجه والوجه ما واجهت به الناس الوجه سموا وجه ليه لانك بتواجه به الناس لما تزعل من واحد ام تشيح بوجهك ام يقولك الله انت مالك عطيني افاك ليه ما هو يا امة تواجه الناس بوجهك يا امة تديهم ضهرك يبقى الوجه هو ما واجهت به الناس وهو محدد شرع من من الاذن الى الاذن من هنا الهن يبقى دا بيسموه قوس الوجه قلنا الكلام دا فولي وجهك شطر المسجد الحرام لكن المكرر احلى قالوا لمسلمي فضل قلت البخاري اعلى قالوا المكرر فيه في البخاري قلت المكرر احلى المكرر اللي هو السكر المتكرر احلى من السكر اللي مش متكرر لكن يقصد هنا بالمكرر ايه الحاجة اللي عدناها مرة والتانية والتالتة فده قوس الوجه وهو من منابت الشعر التي خلقها الله الى اطراف الذق لغاية هنا هو قدي ده الوجه كده فده لازم ايه نغسله في الوضوء طب وفي تيمم نمسحه ليه ما وصل ضربة ده رمز بقى ده ما فيش حاجة حسية طب يطر تيمم يزيل الحدث ولا يستباح به الصلاة اه دي كانت السؤال مهم في النية ما الفرق بين نية الوضوء ونية التيامم يجينا في الامتحان كده الدين الفرق بين نية الوضوء ونية التيامم ومن الاجابة الصحيحة ايه نية الوضوء لرفع الحدث المية بتدوه بالحدث ده وتزيله ونيات التيامم لاستباحة الصلاة تنجح هتلف بقى وتدور وتقول حاجة غير كده ما تنجح فامسحوا بوجوهكم وايديكم ونكمل في حلقة اخرى هذا الكلام كلمة كلمة حتى نرى مناهج الفكر المستقيم التي تؤدي في النهاية الى الاجتماع البشري الصحيح كما هو في صورة النساء واعلى ذلك ان نحافظ على الصلاة لله رب العالمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته